يا صباح الخير وستعادة على كل المصريين اللي بيشفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا شازي صباح الخير عليك يا جمعنا وصباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان مما لا شك فين الرؤية اللي اشتغلت عليها الدولة في التنمية بتركز على فكرة مهمة جدا وهي أن شرايين التنمية لازم توصل لكل محافظات مصر وما تكونش فقط مركزة في العصمة أو في منطقة محددة لازم كل المحافظات يكون لها نصيب كبير من التنمية زي التطوير اللي شفناه في المنصورة الجديدة زي التطوير الكبير اللي بيحصل في الإسكندرية واللي بدأ بالفعل في يوليو من عام 2017 في المؤتمر الوطني للشباب لما واجه سيادة الرئيس بزيادة الحيز العمراني لمدينة إسكندرية بحوالي 18 ألف فدان بالإضافة إلى إعداد مخطط شامل لتطوير المحافظة من خلال عدد كبير من المشروعات التنموية والمحاور المرورية صحيح يا شازي لو مثلا ضصينا على الإسكندرية إيه اللي حصل في محافظة الإسكندرية من 2017 وحد دلوقتي تعالوا كده نلخص مع بعض أو نشوف أبرز الحاجات اللي حصلت الحقيقة حصل حاجات كتير جدا على سبيل المثال محور المشير في قيد أبو زكري المحور ده تنفذ من أكتوبر 2020 لحد نوفمبر 2022 وتم على مرحلتين المرحلة الأولى بطول 35 كم بداية من الطريق الصحراوي وصولا لحد كبري سيدي كرير وبعدين المرحلة التانية بطول 15 كم من سيدي كرير لحد برج العرب المحور ده بيربط المحافظة كلها ببعض اشتغل فيه حوالي 15 شركة مؤولات 46 ألف مهندس وفني وعامل كمان تم إنشاء 15 منطقة استثمارية في محيط المحور عشان تجذب الاستثمارات والتنمية يا شازلي طبعا كل ده هو بيتنفس كان فيه ناس برضو عندها تساؤلات طب ليه طب إيه الأهمية طب ليه في منطقة استثمارية مثلا بطول المحاور دي بنستفيد بيها في إيه والحقيقة أنه بعد ما تنفس شفنا بعد كده جدوى كل هذه المشروعات صحيح بكل تأكيد وإحنا دايما لما بنعمل حتى مدن جديدة بنعمل يعني بيكون فيه توسع عمراني لازم المحاور تربط هذه المدن الجديدة لأنه لفترة من الفترات وعلى سبيل المثال مدن الجيل الأول كانت بعيدة جدا كانت مدينة العشر من رمضان على سبيل المثال مشكلة أنها كانت بعيدة بعيدة بزيادة فما كانش فيه طرق أنها توصل لها فبالتالي الناس ما راحتشوا عمرت هذه المدينة في هذا التوقيت فكان لازم تعمل محاور وطرق تربط كل ما يحدث على أرض مصر ده ليه ده ليه إنعكاساته بشكل كبير جدا على التنمية عشان كده المشروعات الكبيرة دي لا يطلق عليها طريق أو كبري بيطلق عليها كلمة محور محور تنمية لأنه مش مجرد طريق بتمشي عليه العربيات وبيقل الكسافة المررية لكن هو محور بيخلق حواليه تنمية واستثمارات وفرص عمل وتوسعات عمرانية وبالمناسبة هذا المحور تم تسميته باسم المشير فخري فؤاد أبو زكري وده كان أحد أبرز قادة القوات البحرية في التاريخ المصري الحديث وكان شغل منصب قائد القوات البحرية في حرب أكتوبر وكان كمان يدور مهم جدا في التخطيط لعملية تدمير المدمرة إيلات في سنة 67 عشان كده الدولة دايما بتخلد ذكرى أبطالها وكان القرار بإطلاق اسم الفريق فخري فؤاد أبو زكري على المحور الجديد في محافظة إسكندرية صحيح يا جزيبي نحن كمان بقى نتكلم عن التنمية اللي حصلت فيه الإسكندرية تحديدا خلينا كمان نتوقف عن تطور الكبير اللي حصل في منطقة غيط العناب أو بشير الخير الحياة عمل فيها جهد كبير جدا 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 تم فيها الحد دلوقتي خمس مراحل وحولت حياة الناس اللي كانوا عايشين في مناطق غير أمنة لحياة كريمة داخل تجمعات حضرية تجمعات فيها كل المرافق والخدمات ده غير طبعا المشروعات التانية زي مترو الإسكندرية تطوير ترام الرمل وغيرها الحقيقة مشروعات النقل كمان البحري العملاقة اللي بتتعامل في ميناء الإسكندرية كل دي مشروعات كبيرة وكل دي مشروعات عظيمة بتتعامل في محافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط عشان تستعيد المحافظة مرة تانية رونقها وجمالها وسحرها يمكن يا شازلي على مدار السنين فاتت فعلا محافظة الإسكندرية تحديدا كانت محافظة خانقة زحمة مش طبعية ما كانش فيه حتى متنفس الناس فعلا تتحرك بعربيتها بنشوف حتى في أوقات الزروة أو حتى غير أوقات الزروة ازدحام وتكدس مروري مش طبيعي كنا بنشوف كمان وقت الشتاء ووقت النواة كانت الشوارع بتبقى عاملة ازاي يمكن لو هتكلم تحديدا عن غيرت العنب أنا شخصيا كنت معدية في محافظة الإسكندرية من نفس المكان أنا لما شفت اللي حاصل في هذه المنطقة أنا نفسي استغربت يعني ما كنتش مصدقة المنطقة دي كنت بعدي عليها تحديدا وبشوفها بشوف كانت عاملة ازاي بشوف المكان نفسه كان عامل ازاي كانت فعلا حاجة تزعل بس كنا وصلين لمرحلة انه هنعمل ايه يعني ما عارف بس زي ما دايما كنا بيقول ما كل الدول فيها أماكن عشوائية فيها أماكن مش حضرية بشكل كبير وكنا مسلمين كده عارف سايبين بقى مستمسلمين للأمر الواقع ما كناش متخيلين ان فعلا هيجي وقت من دلوقات نلاقي ان احنا ما عندناش خلاص مناطق غير أمنة وبنتخلص خلاص تقريبا احنا قربنا ننتهي من المناطق العشوائية ده مهم في حاجة كمان يا جمانة المسألة مش مسألة عمران فقط ولا مدن جديدة فقط ولا القضاء على العشوائية وقلنا احنا خلاص تم القضاء بالفعل على المناطق الخطرة وغير الأمنة ده لانا عكاسات على سلوك المواطنين اللي عايشين في نفس المكان ده سلوكهم بيتغير لو كان حتى مواطن عايش في مكان عشوائي ومتعود على نفس السلوك ومش مهتم بالمكان مش بيحافظ على المكان لما بينتقل بحياته الى مدينة من المدن الجديدة او الى تجمع سكاني جديد الدولة بتنشئه بيتغير سلوكه بطبيعة المكان بيبدأ ان هو يحافظ على المكان ما هو لما ينزل الشارع في المنطقة اللي هو موجود فيها دلوقتي ويلائي فيه خضرة موجودة يلاقي فيه منظر جمالي في الشوارع اللي هو بيمشي فيها هيلاقي فيه شوارع واسعة مش زي زمان زحمة فبالتالي هو كمان بيحافظ على العماير كان لفترة من الفترات الناس حتى في بيوتها كانت دايما تعمل وممكن الرئيس اشار للنقطة دي كانوا دايما بيأملوا ستاير حتى على وجهات العماير ليه؟ لانه ما كانش المبنى او ما كانش المنطقة بتبقى مخططة فبالتالي الناس كانت بتبني لزء في بعض فالشباك ده بيتفتح بيبص في بلكونة ده فكانت الناس في الفترة دي كانت بتعمل بالفعل ستاير لكنهم دلوقتي مش في حاجة انهم يعملوا حاجة دي لان فيه تخطيط من البداية فيه تخطيط للشوارع فيه تخطيط للعماير بحيث ان ما تكونش جرحة زي ما احنا بنقول دايما كده ان يكون فيه مسافات فاحنا لما نجي نتكلم على التنمية التنمية حصلت في كل محافظة من محافظات مصر مش في القاهرة فقط عشان ما حادش قول ان احنا مركزين في القاهرة فقط لا كل محافظات مصر شاملتها التنمية نحن لوقتي ممكن عشان بس بنتكلم عن اسكندرية فبنشير الى المحور اللي تعمل فيه محافظة اسكندرية طبعا تغير بقى الاهتمام بالانشطة الثقافية ورياضية وما الى ذلك ففان زي ما انت بتتكلم يشاز لي فكرة تغيير الحياة نمط الحياة نفسه تغير على اي حال بنصبح على حضراتكم مرة تانية صباح الخير واستعادة عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر